احمد ايه يا حمادة ايه لي معادك كده طول النهاري حبيبي على السرير ابدا يا ماما بتفرج على التلفزيون لا 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 يا احمد انت بقى لك مدة قاعد كده وطول النهار من ساعة ما جيت من المدرسة اللي عملت واجب ولا عملت اي حاجة وقاعد ماسك الامود وقاعد تتفرج على التلفزيون ينفع كده حتى ما تحركتش من على السرير هقوم هقوم يا ماما هقوم اما نشوف هتقوم يمتى يلا حصلني بقى علشان نعط في الانتريشو يا مع بابا اه حاضر يا ماما حاضر اما نشوف هتقوم انت يا احمد حالا حالا هقوم ها ازايك يا عمر عامل ايه النهاردة ما قلت ليش ايه اللي جبك من الشغل بدري والله يا حبيبتي خلصت الشغل بدري النهاردة ففضلت ان انا اجي اقعد معاك واجي اقعد مع احمد اه انا مش عارفة احمد النهاردة يا عمر بقى له كم يوم كده مش عارفة حسن ان ممكن يكون تعبان او حاجة والله يا حبيبتي انا بلاحظ حاجة تانية خالص بلاحظ ان الولد ما بيتحركش كتير ابدا ودايما حركت قليلة ودايما يا اما في قطه يا اما قاعد قدام التليفزيون يا اما قاعد بيعمل اي حاجة ومطول فيها جدا المهم ان اي حاجة بيعملها بيطول فيها جدا 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 والله يا عمر انا فعلا فعلا ملاحظة الموضوع دا عليه وكنت مش عارفة قلت ممكن يكون تعبان او سخن او حاجة بس النهار دا دخلت عليه لقيته مجرد ما رجع من مدرسته قاعد طول النهار في قطه ما بيخرجش خالص من انها وقاعد طول النهار بقى يا ريت بيعمل حاجة مفيدة لا قاعد طول النهار قدام التليفزيون على السريل فطبعا نحضر الحاجات دي من ساعة ما بيرجع من مدرسته يا عمر وهو قاعد في قطه قاعد على السريل بيتفرج على التليفزيون وماسك الريموت في ايده ويقلب من قناة القناة وده طبعا ما ينفعش في الولد في السن دا يقضي الوقت دا كله هو نايم فعلا يا مونت فعلا الكلام اللي انت بتقريد دا حقيقي ومزبوط بس انا مش عارف نعمل معا ايه انا بدأت شك في الموضوع دا والله يقلقان عليه جدا يمكن عشان كده النهار دا فضلت ان انا جاعد معاك وقاعد مع الولد شوية والله احسن حاجة عملتها يا عمر ايه دا ظهر تليفون بيران استنى كده مرد عليه فضل يا حاج اهلي ايوه سلام عليكم عليكم السلام مين معاى يا فاندم اه حضرتك مدان مونة ايو ايوه انا مدان مونة انتي والدة الطفل احمد عمر ايوه ايوه يا حبيبتي انا والدته في حاكي خير ايوه يا فاندم انا بس كنت أعيزة أتكلم مع حضرتك شوية بخصوص احمد الفضل لي حضرتك انا سماعيكي انا مديرك المدرسة بتاعتو اولاي اهلا وسهلا بيك دا فرطة سعيدة اوي انا كلمتك اهلا بحضرتك انا مدام بسانت اهلا وسهلا بحضرتك بص يا ما دايما انا بس عايز ابلغ حضرتك ان احمد ولد كسول جدا 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 وبيجي ينام في الفصل دايما وبقاله اكتر من اسبوع المدرسات بتوعه بيشتكوا منه جدا وبيبلغوني ان هو كسول جدا جدا وما بيتحركش كتير وما بينزلش حتى في الفصحة والواجبات بتاعته بيجي مش عاملها وده غلط جدا بجد ايوه يا فندم ده حتى في الفصل بتاعه لما بيعد يكتب حاجة او الميز بتاعته بتقوله يعمل حاجة معينة بيعملها بفترة طويلة جدا لانه بيعد يرتاح بعد كل حرف بيكتبه وده غلط ينهار اضياد معقول الدرجاني لا لا يا مدام بسانت انا هتصرف في الموضوع ده انا اسفة جدا بجد ياريت حضرتك وباباوت تساعدونا في الموضوع ده ان هو لازم يبطل العادة الوحشة دي اكيد اكيد طبعا دي حاجة تهمنا اكيد احنا متأسفين جدا بجد والله لا لا ولا يهمك انا اتشرفت بمعرفتك وان شاء الله يكون خير ويا حضرتك تاخدوا بالكوا معنا بقى مع المدرسة لان طبعا انتي عارفة المدرسة ومش المدرسة بس اللي ليها دور طبعا مع الطفل اه طبعا طبعا فعلا عندك حق خلاص سيميني الموضوع ده انا هحله ان شاء الله خلاص اوكي يا فانتم انا اتشرفت بمعرفتك مرسي قوي حبيبتي مع السلامة مع السلامة شفت يا عمر شفت المدرسة بتاعت ابنك قادتلي ايه احنا لسه ابنك كنا بنتكلم دلوقتي اهدي بس يا مونة اهدي حبيبتي اللي حصل لا 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 انزعلانة جدا من احمد مينفعش ابعد ان اللي هو بيعمله تتصور صور ان المدرسة بتاعته او المديرة بنفسها لطباني تقوله ان ابني ابني بينام طول النهار في المدرسة وما بيعملش واجبات وما بيعملش اي حاجة خالص بينام في المدرسة ايوه يا عمر بينام طول النهار طول اليوم في المدرسة ومينزلش يلعب مع الاولاد وطول النهار بياكل وينام وياكل وينام وما بيعملش الهمورك بتاعه وما بيعملش اي حاجة يا خبر لا 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 الموضوع ده ما يتسكتش عليه ابدا يعني الولد كاسول فعلا وما بيتحرقش زي ما قلتلك يا مونة ايوه فعلا الولد فعلا محتاج اهتمام مننا اكتر شوية ولازم يبطل العادة سيئة دي يعني هحاول النهاردة اخرجهم من القودة بتاعته كده واشوف هطلب اصحابه يجو يلعبوا معي وهشوف كده هيتصرف معهم ازاي خليني اولا كأننا عرفنا حاجة ماشي يا حبيبتي خلاص احمد يا حبيبي ايوه ماما اصحابك جون برا يا حبيب قلبي وعايزيني ويلعبوا معاك ايه رأيك تطلع تستقبلهم برا في الانتريل دخليهم دخليهم يا ماما استقبلهم في الانتريل ايه انا القودة كبيرة ووسعة ايه دخليهم ادخلهم لك هنا قطك ايوه يا حبيبتي دخليهم انا مستنيهم هنا بس ما ينفعش حدي قابل حدي بقولك ماما يا حمد ليه بس يا ماما كما تنزل انت الحبيبي يلا عشان تقعد ناعد انا مش قادر يا ماما مش قادر خليهم يجولي هنا مش يا حمد انا نشوف اهلا 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 ازايك يا جماعة عاملين ايه ازايك يا حمد عامل ايه ازايك انت يا نورا على الله تكون نمت النهاردة بقى كويس عشان ما تنامش بكرة في المدرسة زي ما عملت النهاردة اههههههه انا بنام في اي وقت يا بنتي عادي ولا يهمني لا بس كده المست بيتزعل منك خالص ما ينفعش ابدا كده سيفك سيفك انت زاك يا تامر انا كويس انت ازايك يا صاحبى؟ عامل ايه? انا الحمد لله بخير والله احنا لقيناك نايم النهاردة في المدرسة وكل يوم بتنام بقى فقلنا نحن نجي لك نشوفك ازايك يا حمد؟ عامل ايه؟ انا بخير والله الحمد لله انت عامل ايه؟ انا كويسة تمام شوف بقى احنا جنينا نزورك اهوه علشان نتطمين عليك مملتوليش يعني من احنا كل الله مع بعض في المدرسة الصبح عنا محدش فيكو أكلم أن انتوا جايين للنهار ده حنا كذرنا عليكو الله يا إحمد لأنك كنت نايم توري النهار وقالك كام يوم وحد فيكو قال الماما أو بابا التنم ده لا لا أحنا أول مرة أصلا نقابلهم دلوقتي طيب كويس يا جماعة صلا أنا ما قلت لهمش إن أنا بنام في المدرسة محدش فيهم يعرف طب وليه يا إحمد مقولت لهمش أنت أصلا بتنام في المدرسة ديه أصلا ما بنامش كويس في البيت لا بس انت نايم النهاردة تقولي النهارة هوا يعني بقنا ان شاء الله هتبقى فيه وكويس اه اه ان شاء الله ازايك يا نورة انت سكتة ليه انا كويس يا اخويا انت عامل ايه بقى انت انا بخير الحمد لله الله يا منتق راهد فين كانتوها فهنة من شوية اكيد طلعت الجنينة اه فعلا يا احمد الجنينة بتاعتكو جميلة قوي ما تيجي نطلع نعود فيها شوية ونلعب سوا ايو ايو يا احمد يلا خلينا نلعب في الجنينة شوية لا 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 اطلع اطلع وعودوا معي على السرير هنا نانتفرج على التلفزيون الأحده هنا حلوه قوي لا التلفزيون ايه ومسرير ايه يا احمد ما انتفرج كدا يالنا احنا جايين نلعب معي اي رأيك نجيب كرة ونلعب سوا انا عندي كرة جميلة하ون او ننتعجبك وإن تضعك معي برا لا 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 يا صاحبي اه انا بأي انا شايف ان الحلقةenhτη خلينا في التلفزيون دயة قوي طلعوا بس اعدوا معي يا احمد 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 ايه يا ماما ايه يا حبيبي oscabaى يقول لك You I am going on winning in shampoo كيف تلعب معهم ؟ لا يا ماما هم هيعودوا معي يتفرجوا على التلفزيون لا يا احمد مان Erich Jesus. لي ان تفرجوا معي على التلفزيون في بتهم هم اتيان للعابوا معك يا حبيبي انت we are going on يجلقوا معي ة ا swingи يا ماما تستع Action ايه يا احمد انا سامع انا عمالها بتأ这样 وانت اذك العمل انه A à tom وقال لك إ coloured Arrow لو когدت وقل لها لا shetan انا يا بابا انا فعلا قلت لها كده بس اصلا اصحابي عايزين يتفرجوا معي على التلفزيون هنا لا خالص يا عمو يلا يا احمد نطلع الجنينة بتاعتكو جميلة قوي فعلا فعلا يا عمو احنا عايزين نطلع نلعب معي هو اللي مش رادي انا مش عايز في ايمانه ايه يا جماعة انتو مش قولتوني ان انتو هتعودوا معي في القوضة احمد يلا قوم خد اصحابك واطلعوا لعابه في الجنينة حاضر يا بابا حاضر يلا امري الله يلا يلا قوموا نروح الجنينة يلا يا احمد انتو نلعب معنا بالكوره يا جماعة منا طلعت معاكو في الجنينة هو كمان عايزين ننزل للعب لا بقى العابوا انتو يعني انت هتعود تتفرج علينا ولا ايه اه مش قادر يلعب انا هتعود اتفرج عليك خلاص خلاص سيبوا براحتو اه يلا بينا بينا نلعب يلا يا مانور يلا انا شتها. يا سلام عليك برافو يا تامر. شتها هايلة هايلة وجون يا تامر اشتر واحد. ايوا يا حببتي. انا بصراحة بصيت على الاولاد كذا مرة ولقيت ان ابنك يا عمر قاعد على الكرسي واقعد يتفرج على اصحابه بس وهم بيلعبوا. ما بيلعبش معهم ولا بيشارك معهم باي مجهود اطلاقا. ابنك كسولي عمر فعلا وبرد. فعلا دي مشكلة يا حببتي. بس انا عندي الحل وخلاص لقيته وانا متأكد ان الحل ده هيخليه كويس جدا جدا جدا. حلي خليه يتحرك يعني ويروح بيلي كده مع الاولاد ويتنشط شوية. ايوا طبعا. الرياضة الرياضة يا منا. وانا شايف ان الرياضة المناسبة اللي هتهبطه فعلا ويتخليه يتحرك كتير جدا. اما انه يلعب سباحة او يلعب فروسية. وانا شايف ان الفروسية احسن كتير لان السباحة هو ما بيحبش المياه. ما بيحبش المياه وبيخاف منها قوي. وفعل ما بيحبش المياه قدي كده يا عمر. لكن بيحب الحيوانات جدا. وعشان كده انا عايز اقولك ان انا هجيب له مهر صغير. بجد معقول. ايوا. انا نقصنا ان هو غالي قوي يا عمر. مش مشكلة. كل ده عشان خطر ابننا يا حبيبتي. انتي عارفة ان اي ابو وام في الدنيا يتمنوا لولادهم كل حاجة حلوة. طب هنحطه فين. انت عارف مفيش مكان عندنا هنا. مفيش بقى غير ان الاودي عند بابايا في المزر ايوا ايوا احنا هنوديه له هناك. بس مؤقتا الطول ما هو صغير ولسه مهر صغير هنسيبه في الجنينة بتاعتنا. انتي عارفة جنينة البيت كبيرة وهتكفي الحصان ان شاء الله. بس لحد ما الولد يبطل الكسل ده خالص ويتحرك كتير ويبتدي يركب الخيل بتاعه. هيتبسط بيه قوي. يا ريت والله دي فكرة هيلة جدا. تعالا بقى نروح نفرحه ونقوله. يلا بينا يا حبيبتي. احمد احمد يا حبيبي. ايوا يا بابا ايوا اتفضل يا بابا فيه اي خير. اي انا عندي مفاجأة ليك حلوة قوي يا حبيبي. انا وماما عايزين نقولها لك. ايوا يا حبيبي ايه رأيك لو احنا جبنا لك هدية غالية قوي قوي وعزيزة عليك جدا جدا وهتحبها موت. بجد يا ماما. يا ترى هي ايه. بس انا هسيب بابا هو اللي يقولها. بست يا حبيبي ايه انا وماما فكرنا في هدية حلوة قوي هتعجبك. ان شاء الله هنجيب لك مهر صغير كده يتربيه معاك وتهتم بيه وكمان تقدر تركبه. معقول. 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 يا احمد. دي مفاجأة حلوة قوي يا بابا انا فرحانة قوي فرحانة قوي. انا كمان والله مبسوطة عشانك قوي قوي يا احمد. مبروك يا احمد مبروك. مبروك مبروك يا احمد مبروك. الله يبارك فيك وكلكم. شكر جدا يا بابا. طيب هو المهر ده هنحتفظ بيه في الجنينة بتاعتنا هنا. ايوا طبعا يا احمد هنحتفظ بيه موتة معينة لحد ما يكبر وبعد كده نوديه المزرعة عندي جده. بس فيه شرط قبل من جيب المهر ده. شرط شرط اي يا ماما. شرط لازم تنفذه يا احمد علشان نجيب المهر ده. ان انت تبطل كسل وتنام بدري وتقوم بدري آآ ساعات طويلة جدا. وكمان تبطل تنام في المدرسة. طبعا ما ينفعش غد تفتح التلفزيون وتتفرغ عليه ساعات طويلة قوي كده وتفضل ماسك الريموت وقاعد على السرير. ما ينفعش انت صغير لسه يا حبيبي على قاعدتي. تبطل كمان يا احمد يا حبيبي تنام في المدرسة. علشان المديرة طاعتك اتصلت بها واشتكت منك قوي 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 وقال انت بتنام طول المدرسة. طول وقت المدرسة بتبقى نايم. لا لا خلاص يا ماما خلاص يا بابا سامحوني. انا والله العظيم هركب المهر بتاعي ومعدتش هعمل كده تاني. الكسل صفة مش حلوة ابدا ابدا يا احمد وانا ما حبش ان انت ابدا تكون كسول. ولا انا كمان يا احمد. انا عايزك تسمع كلامي وتسمع كلام ماما. احنا خايفين عليه. حاضر حاضر يا بابا والله هسمع كلامك وخلاص معدتش هعمل كده. بس هتهولي بقى يلا بينا انو اح نجيبه. هنج يا حبيبي هنجي. وانا هخرج النهاردة او بكرة الصبح وانا راح يشتغل. هرجعلك بي ان شاء الله على المغرب كده هيكون معاي. انت وبابا طبعا يا ماما. ايوة ايوة يا حبيبي. ايه ايه تحيا ماما يعيش بابا. ايه رعيك في الهدية دي بقى يا احمد. حلوة اوي يا ماما حلوة اوي يا بابا. شفت بقى انا وعدتك وصدقت في وعدي. انت كمان لازم تنفذ وعدي. لا حاضر يا بابا والله هنفذ وعدي ده جميل اوي ده حسان جميل اوي اوي وصغنن ولونه ابيض اللون اللي انا بحبه. انا عارف يا حبيبي عارف عشان كده جبته لك اللون اللي انت بتحبه. بس اهم حاجة تنفذ وعدك معي. وتبطل كسل. طبعا طبعا. احمد هيسبق في كلامه وفي وعده كمان. ايوة طبعا يا بابا انا عمري ما خلفت وعدي معاك. انا صحيح فعلا كسول شوية ومش بتحرك كتير. بس والله العظيم انا خلاص بطلت العددي. انا حبيت الحسان قوي وهتمرن معاه وان شاء الله هبطل كسل خالص. طيب يلا يا ب يلا واريني بقى هتركب على حسانك ازاي. يلا يا بابا يلا. يا السلام ياه يهو. اهو كده يا احمد. براو براو يا حمادة. كمان كمان يا بطل. يا السلام. اي رأيت فيه بقى يا احمد. حلو اهو يا ماما انا مبسوط اهو يا بابا. ايضف فيه خويت. يهو. ده حسان جميل اهو. ربنا يخليكو لي يا بابا. ربنا يخليكم ليه يا ماما احنا مبسوطين قوي يا حبيبي ان انت فرحان بالمهر ده انا مبسوط قوي وسعيد يا حبيبي انا كمان المهم بس اهم حاجة وفي بعدك زي ما اتفقنا اه طبعا انت ما شفتش ولا ايه عمر تستائل راكب المهر ازاي وراكب عليه مبسوط هيجري بيه طول النهار انا عارفة متأكدة ان ابني حبيبي هيعمل كده ايوا يا ماما فعلا انا فعلا هو في بعدي معاك يا بابا ما تزعلوش مني ابدا يلا بينا بقى يا بطل نحط بقى المهر بقى ندخله في مكانه في الجنينة ونطلع علشان نخلص بجيبارنا حاضر حالا حالا يا بابا ودي كانت لعبتنا النهاردة يا اصحابي اتمنى ان هي تكون عجبتكم واتمنى ان ليكون فينا فعلا كسلان وما بيحبش يقوم يعمل حاجات الوراء او كده لازم يبطل عادة دي طبعا لانها عادة وحشة جدا وما ينفعش ان احنا نبقى كسالة او مش عايزين نعمل حاجة او قاعدين مانتخين كده لان الاعراض دي كمان بتجيب امراض وحشة جدا يا اصحابي لازم تعرفوا ان البني ادم طول ما هو نشيط وبيعمل رياضات وبيتحرك وبيروح ويجي دايما جسمه بيبقى نشيط وقادر ان هو يعمل اي حاجة لكن لو جربنا ان احنا نقعد كده زي البطة وما نعملش اي حاجة ونفضل عادين كده سكتين وما نتحركش طبعا لازم نتعب ولازم نحس ان عضلاتنا مش قادرة تتحرك وجسمنا مش قادر يتحرك اتمنى ان اللعبة بتاعتنا النهاردة وقصتنا تكون عجباتكم ما تنسوش طبعا كل اصحابنا اللي بيشوفونا الاول مرة يشتركوا معانا في القناة دغطوا على الزرورة الاحمر لتحت الفيديو وكمان يعلموا على علامة الجرس وكل اللي مدخلش لسه صفحة الفيسبوك يدخل طبعا ويعمل لايك لصفحة عشان هتعجبكم جدا وكمان تعملوا لايك وشير للفيديو وتورووا لكل اصحابكم عشان يقدروا يشوفوا معانا كل الفيديوهات الجميلة اللي بنجيبها لكم والكصص الحالوة وعايزاكوا تشاركونا طبعا بتعليقاتكم واللي هرد عليها طبعا كلها واحد واحد وتطلبوا مني بمناسبة بقى ان احنا كملنا الميت الف مشترك تطلبوا مني الفيديو اللي انتو حابين تشوفوه او اللعبة اللي انتو حابين تشوفوه معايا وانا اكيد هوفرها لكم ان شاء الله في فيديوهات جاية وكمان اوعدكم ان انا هقول اسمائك وكلكو كل الاصحابنا اللي بيكتبونا في التعليقات وبيشاركونا دايما بمشاهداتهم لفيديوهاتنا والعبنا واكتر حد هيعلق على كل الفيديوهات بتاعتنا هيبقالوا مفاجأة حلوة قوي قوي في فيديو جاي ان شاء الله وكم بكرا يا اصحابي مع لعبة جديدة وفيديو جديد من قناتكم الجميلة قناة العيبي باي باي اصحابي باي باي